أفادت رئاسة في النيجر في رسالة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن عناصر من الحرس الرئاسي انخرطت صباح اليوم في حركة استياء مناهضة للجمهورية وحاولت الحصول على دعم الجيش والحرس الوطني دون أن تنجح في ذلك وأشارت الرئاسة إلى أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة عناصر الحرس الجمهوري المشاركين في هذه الحركة إذا لم يستعيدوا هدوءهم مؤكدة أن رئيس الجمهورية وعائلته بخير وذكرت وسائل إعلام بأنه كان قد تم صباح اليوم إغلاق منافذ الولوج إلى مقار رئاسة النيجر بن نيامي مضيفة أنه تم حضر الوصول إلى مقار إقامة الرئيس محمد بازوم وكذا إلى مكاتبه واستمر الحضر ساعتين قبل أن يتم رفعه بحسب تقارير إعلامية ترجمة نانسي قنقر